اهلا بكم الى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم عنوين هذه الحلقة اللقاء الحواري المرتقب غدا في بعبدة الوضعان الاقتصادي والاجتماعي وانعكاس ذلك على الهجرة المرتقبة ايضا التفاوض مع صندوق النقد الدولي وعنوين اخرى سنناقشها في هذه الحلقة مع ضيفنا دكتور بيار يونس اهلا وسهلا فيك اهلا فيك مرسي اهلا يعني حنبلش معك باللقاء بعبدة غدا قبل قليل دكتور سمير جعجع اعلن عدم مشاركته في هذا اللقاء سميه يعني لقاء زر الرماد في العيون كمان في العديد من القوى السياسية اعلنت عدم مشاركته ولكن بغد النظر عن الخلافات السياسية الوضع اليوم بلبنان اللي وصلنا لاله ماليا اقتصاديا معيشيا ما بيتطلب من الجميع ان يضع الخلافات جانبا برأيك ويقعدوا كلهم عالطولة وفتشوا عن حلول اه قا نحكي شغلي هيك اولية ومثل سابقة صارت عنا بلبنان نحنا للأسف ما عم نحط خطط استراتيجية طويلة لأمد عم بقوع الازمة منبلش نعالجها يعني دايما بس يكون عنا ازمة منبلش نعالجها بوقتها ما عم نرتقب من قبل حلول او حصانات معينة تنحصن اقتصادنا ووضعنا به هل مساموه ترقيع يعني عم نرقيع كل مرة منقع بورطة واليوم ورطتنا كبيرة لا قعرة لها متل ما بيقولوا ورطتنا كبيرة ورطتنا بالدرجة الاولى سياسية وانعكست على كل هالوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه اليوم والمعيشة والنقدي خاصة دعوة لحوار وطني بين كل المكونات اللبنانية هي شغلة مهمة وإيجابية مفروض كل الناس تكون معها بس للأسف متل ما عم نشوف اليوم يعني تقريبا تحول هالحوار لشبه مجلس وزراء بالمشاركين فيه بالمشاركين نعم يعني فيه طواقف كاملة ما عم بتشارك يلي هنه مكونات أساسية بلبنان ورح يقتصر أو شبه رح يقتصر هالحوار الوطني على مجلس الوزراء مثل ما هو هلأ تقريبا مع بعض الرؤس الأحزاب اللي كتير قليل رح يكونوا مشاركين للأسف هيدا الشي ما بيدل عن جدية من الأطراف يلي عم تعتذر بغض النظر عن رأيهم في مضمونة دعوة أو بالمدفة أو بالبرنامج اليوم إذا بتشوفها على أرض الواقع مدام نوال فيه شي كتير مؤلم عن جد فيه شي كتير مؤلم مبارح أنا وصلني استاتيستيك من المؤسسة الدولية للمعلومات عام 2019 كان العدد اللي هاجر من لبنان هو 62 ألف شخص مؤرنة بالألفان واثمنتاش فيه زيادة بـ 42% المدارس الخاصة اليوم كمان قريب تقرير تقريبا خمسين بالمئة من الطلاب اللي كانوا مسجلين هيدا السنة اللي خلصت ما عادوا تسجلوا هيدا السنة طبعا رايحينا على المدارس الخاصة الرسمية رايح أعطيك إذا بدك هيك عينة من منطقته أنا من قضاء البترون رايح أعطيك عينة لأنه عم بتواصل مع الناس هونيك ومع الناس عم تشتغل على أرض الواقع فيه مؤسسات كتير عم بتسكر محلات بسيطة يعني التجارة البسيطة عم بتسكر فيه مدارس خاصة كتير مهددة ومنهم مدرسة بضيعت أنا بيتنورين مهددة إنها تسكر بشكل جده عم بتواصل كنت من فترة وهيدا الشي كتير كتير زعجني عم بتواصل مع مختار مهم بمنطقة البترون وعضو فاعل برابطة المختير وعندو مركز وعندو تاريخ طويل وعندو إذا بدك عشق بالتعاطي مع الناس وعامل كان خلية أزمتها يساعد بكل هالأوضاع السائقة اللي عم بتعنيه الناس خبرني من يومين إنه برضو يهاجب يعني لما شوف أنا أوضاع متل هيدة من أرض الواقع ولما شوف في ناس عن جد ما عم بالي في ناس عم تطلب تتدين حق علبة أسبرين أنا صارت معي عم تطلب تتدين حق علبة أسبرين لما شوف هالأقطاب بالسياسة في لبنان عم بيعتزروا عن تلبية دعوة شو ما كان رأيكم بالحكم وشو ما كان رأيكم بالعهد أو بصاحب الدعوة أو بالسياسة الحالية اليوم في كارثة اجتماعية بتطال الكل بتطال الكل وراح تطال كنقلكن وراح تطال جمهوركن وطال الطول ما فيكن تقولوا منفصلين عن الواقع بهالشكل الفاضح يعني بتلاقي اليوم هالأداء السياسي بعدم تلبية دعوات للحوار أو بعدم اتفاق بحد أدنى بين كل هالمكونات اللبنانية فيه انفصال عن الواقع وعن الاحساس مع الناس ما نحسين مع الناس أنا بأكدلك هالشي وفيه إرادة بمكان ما لأنه ندمر بلدنا ولأنه ندمر شعبنا أنا صرت أكيد من هالشي نعم ولكن كمان لكن يعني عم باكس وجهة نظرون منذ ما اتبنيها كمان إذا نحن بنجي مستعرض كاللبنانيين نتائج الحوارات السابقة ياللي ما تورجي ميت كمان على أرض الواقع وبقيت أسيرة هالبيانات اللي طلعت بعد كل لقاء بلدنا نقول نحنا بلد معقد معقد بشريا نحنا بلد من هالبلدين اللي فيها تركيب بشري معقد مش بسهل فيك تحلي أزمات لو قالت الحكومة أنا بدي أعطي مئة يوم تقدم حلول أنا صراحة مش ما بصدق بس ما بلاقي هالحكي كتير قابل للتنفيذ نحنا عم نعيش أزمات بلشت أسارة من سنين طويلة اليوم انفجرت صحيح عند تقرير تاني من مؤسسة لابورا بيرتوني خضرة لابورا قبل 17-20 قبل الثورة البطالة البطالة كانت بـ 39% معدلة وكان مستوى البطالة عند الشباب 50% اليوم البطالة صارت 42% وارتفعت عند الشباب لـ 60% طيب هالأرقام هالأرقام علمية ها مبنيها على أحصائيات من مؤسسات مرموقة يا عمي طاوة يا جماعة يا سياسيين مش حسين بهالواقع مش عم تقروا مش مهتمين لشعبكم انتو بكرة إذا فل هالشعب كله انتو مين بتكون تحكموا مين بتكون تحكموا إذا فل هالشعب هالستين بالمية وأنا شخصيا عملت استاتيستيك على وسائل التواصل الاجتماعي من يومين وتسبب عن الهجرة حطيت سؤال واضح مع الهجرة من لبنان أجاني الجواب أكتر من 60% يعني هون الرقم بيقول 60% اليوم أجاني جواب أكتر من 60% إذا اليوم المطار بيفتح في ناس يمكن ما عندها قدرة تهاجر أو ما عندها إمكانيات هلأ تفل بس عندها رغبة تفل ومن كل الأعمار طبعا يعني فيه فقدين سئة بالأوساط الشعبية بكل ما يطرح جربوا قبل وسئة مفقودة عند الشباب اللبناني وإذا بتجيب تسأل الشباب يمكن 100% بيقولوا لك بدنا نفل ولكن كمان الدول اليوم الخارجية كمان في عندها وضع اقتصادي شوي صعب خصوصا بعد كورونا يعني السفر كمان بطل سهل لها الدرجة بالنسبة للشباب اللبناني هلأ أزمة كورونا هي أزمة عالمية أكيد وعندها قصار على كل الدول هذه الدرجة نحنا ما عنا سيطرة عليه بس بكرة بس تخلص أزمة كورونا في دول رح ترجع تنتعش الاقتصاد رح يرجع يقلع شوية شوية السياحة رح ترجع تقلع لا لأنه المقومات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسيادية بهالدول برا موجودة بس نحنا كل هالمقومات مفقودة نحنا سيادتنا منقوصة اجماعنا السياسي أو الحد الأدنى من التفاهم بين اللبنانيين منقوص قضاءنا ما عم بيقدي دوره وأنا شخصيا لما شوف كل هالإساءة للبلد كل هالإساءة لللبنانيين وما حدا عم يتحاكم بشكل جد وفاعل ومستدام أنا كمان خفت سئتي ببلدي وهذا شي سيء ونظرة المجتمع الدولي لقلنا طب ما نحنا لما حدا بده يجي يساعدنا لا بده يساعدنا إذا ما عملنا إصلاحات إذا ما عملنا قطاعات إنتاجية إذا ما عملنا ندفت حسنية نفرج هالمجتمع اللي عم نطلب منه يساعدنا أنه نحنا جديين بهالإصلاحات وعملنا حد أدنى منه لا بده يساعدنا طيب الإصلاحات اللي دائما عم تتكرر يعني كرر المفاد الفرنسي وقتها سادر وما ترجي مسادر لأنه ما نفذنا الإصلاحات اليوم صندوقنا قد زيت شي عم بيقلنا فيه ثلاث أمور بدكنا تطبقوها قبل أي مساعدة مالية اللي هي الإصلاحات بالكهرباء بالاتصالات بغيرها استقلالية القضاء وأمور أخرى في الشقة الإصلاحية اليوم هيدا شي عم نعيك سلبا على جولات التفاوض مع صندوق النقد لأنه عم نشوف بعد 15 جلسة ما في نتيجة لحد اليوم برأيك شو اللي عم بعيق اليوم تنفيذ الإصلاحات أول شي المناخ السياسي العام يلي دائما قائم على الخلاف وعن نكد السياسي لحد السخافة يعني يعني نحنا اليوم حد هالأزمة اللي عم نعيشها بيجي بشوفها الأداء السياسي بهالشكل وناس بترفض دروح على الحوار أو تحط إيدها بإيد المكونات التانية لنشيل حالنا من هالأزمة أنا صرت بعتبرها هاي سخافة سياسية وعدم جدية وأكتر من هيك بدك قليك ما علي رح أقولها بصراحة في إرادة ممنهجة صارت لتدمير هالبلد ولتهجير هالشعب من هالبلد أنا أكيدة من هالشي وهيدا الشي مرتبط أول شي بارتهان للخارج في أطراف كتير مرتهنة للخارج وبأخلاقيات وبفساد ضاربة نابو إذا بدك عند أطراف كتير مش عم بيسترجوا يجوا يحطوا إيدهم مع بعضهم وأكتر من هيك لما أحد النواب قلوا 3-4 سنين بيقول أنا عندي ملفات إذا أعرضها للقضاء ستتدحرج رؤوس كبيرة هذا نائب الأمة عم بيقول هاك لمفروض يكون كلامه مصدر سئة ليس دفاعا عن نائب حسن فضل الله ولكن نائب حسن فضل الله هذا مش ابتزاز سياسي أنا لما ما أقدم شي للقضاء ولما أصال لهون القضاء لما ما عم بيعمل شغله كمان هذا جزء من نتائج تخلفه عن أداء واجبه صحيح دكتور بير بس خليني أوضح لأنه نائب حسن فضل الله صحيح لوح بكتير ملفات وما أقدم كلها للقضاء أقدم جزء منه خليني أعطي مثلا الإنترنت غير الشرعي اللي أقدم فيه مستندات النائب حسن فضل الله للقضاء وآخر شيء شو صار بالملف ما طمس الملف ومعرفنا مين اللي مزنب بهذا الموضوع يعني مش بس لأنه ما عم بيتقدم ملفات لأنه فيه صغرة بالقضاء خلينا نعترف أكيد فيه صغرة كبيرة بالقضاء وهلأ أنا بسياء الحلقة فيه عدد من النقاط يلي هنه حلول أو اقتراح لحلول منهم القضاء استقلالية القضاء القضاء لما القاضي اليوم للأسف يمكن فيه كتير قضاءت أوادم وكفؤين بس يمكن ما عندهم الجرأة أو يمكن ما عندهم الاستقلالية أو يمكن ما عندهم الكلمة الحرة تواحد يطلع أو يمكن ما عندهم الشجاعة يمكن بيخاف على على حاله إذا بده يصدر قرار حكم بحق حدا أكيد عنا صغرة وكتير كبيرة وهون نقطة الوجع نحن نحن لأنه ما عندنا قضاء عم نصال لهون لأنه ما حدا عم يتحاسب عم نصال لهون لما الناس تشوف أنه أو دي لازم يتحاسب معم يتحاسب لما الناس تشوف لأنه كنا شفنا تتتيب ملفات كمان أسماء عم تنطرح كل يوم وكل يومين منقول فلان فاسد وفلان سرى وفلان ارتكب وفلان اتعدى على الأملاك العامة وفلان أساءل البلد وفلان متورط بصفاءات مالية يعني ما كل يوم الأعلام عنده حرية كبيرة يمكن فيه جزء مننا إشاعات ويمكن فيه جزء مننا حقيقة بس أنا لما شوف القضاء ما عم بيوصل لأي مرحلة أنه حدا من هالأسماء الكبيرة يتحاسب ويفوت على الحبس أنا ما رح ما رح ضل واسق بهالمنظومة هايدي وراح أكد المساعدة فيه صغرة كتير كبيرة يعني الأساس والجوهر بد يكون بأي إصلاح هو استقلالية القضاء قبل أي أمير نعم ونحن كشعب لبناني نحن كشعب لبناني ما بقى لازم نتكل كتير على أهل السياسي بهالمرحلة نحن لازم نعمل انتفاضات فكرية وسقفية وحتى نحن نعمل إذا بدك نوع من تجمعات من هالنخب بالبلد وهن يقولوا نحن بدنا نعمل اليوم معركة من أجل القضاء نحن مستعدين نحمي القضاء اليوم القاضي بقسم مين بيحكم بيقول أنا بحكم باسم الشعب اللبناني الشعب اللبناني ما بقى بده هالأداء أنا من الشعب اللبناني ما بقى بده هالأداء ما بقى تحكم باسمي بهالطريقة صحيح يحكم فعلا باسم الشعب اللبناني وخوض قرار شجاع ولو لي مره بوحدة بهالتاريخ القاضي أنتونيو دي تياترو وبالتسعينات بإيطاليا يعني فتح معركة على أهل السياسي وإيطاليا فيها المافيا وفيها وكل شكك بأنه يوصل لنتيجة منه مزحة دمر منظومة طويلة عريضة من السياسيين ومن الضباط ومن القضاة ومن النواب ومن رجال أمن وفوت على الحبس خمس تلاف شخصية عامة طيب نحن شو لاش مريدنا نعمل هايك خطوة بتاريخنا يعني مش مرة حدا يضرب كف بها التاريخ يعني عم نشوف ملفات بالقضاء مثلا الفيول المغشوش ما آخر شي بتضيع لأمور ما بنعرف مين اللي مسؤول وبتصير كمان تجاذبات سياسية بتفوت على الموضوع وأحيان تشهير وآخر شي انت كمواطن ما بتعرف مين بالفعل المرتكب مدام نوال لب الموضوع تنرجع عليه هي المحاصصة والإقطاع السياسي اليوم في كتير ناس أو أصوات عم تطلع بلبنان عم تحكي عن النظام اللبناني وعن الصيغة وفي ناس عم تنتقدها في ناس بتحكي بالفدرالية في ناس بتحكي بدولة إسلامية في ناس بتحكي بالتقسيم لا أنا بدي أحكي عكس كل هيدون أنا هيدا النظام اللبناني بيعتبره نظام مرتب في حال تبق الدستوري في ناس بتقول الطائفية هي سبب الخراب لا الطائفية ما لنا سبب الخراب الطائفية بلبنان أو النظام الطائفي بلبنان أو المساق الوطني اللي عملوه اللبنانيين بالاتفاق مع بعضهم سنة 43 كان تنوع من أرقى لأنزمة بالعالم لا لبلد تعددي ومتنوع مثل لبنان نحن لبنان فيه 18 مكون أو طائفة نحن طواقف هيدا وقعنا نقلنا إيه أو نقلنا لا نحن بلد مكون من طواقف فيه 18 طائفة 18 تاريخ 18 انتماء يمكن 18 تطلعات نحن بلد متنوع ومختلف إجا هيدا النظام تيدير هالتنوع كله قال نحن بدنا نعمل نظام إشراكي وليس إقصائي نحن بدنا نجمع كل هالطواقف وكل طائفة إلى حصة من هالسلطة المشكلة مش هون المشكلة بالتطبيق والمشكلة بالإقطاع السياسي نحن عنا مؤسسات بالدولة اللبنانية وفي شيء اسمه مجلس الخدمة المدنية لما يكون فيه منصب للطائف المارونية ولكن مجلس الخدمة المدنية عطل من قبل الوزير جبران باسيل مؤخرا وعطل متائج أنا اليوم بدي أقول شغلي أنا عندي مؤسسة يعني هاي مؤسسة الوحيدة لقائمة على التفاءة جينال لبنان لما يجوا هالسياسيين كلهم سوادون استثناء كل واحد بده حسته بشكل خاص لما يجي من هالطائفة الشيعية الكريمة أو من هالطائفة الدرزية أو من هالطائفة المارونية بيقولوا فيه منصب لها الطائفة بيجوا بيتقدموا عليه عشرة وعشرين وثلاثين واحد بيقدموا امتحان بيقدموا كونكور بيقدموا سيفياتون وسيارون الزيتية واللي بينجح مبروك عليه بس لما بدوا يتحول النظام هيدا اللي نحنا منسبه كل يوم ومنمتقدوا انه الطائفية والطائفية البغيضة والطائفية المدمرة لا هو المدمر هو الاقطاع السياسي المدمر هو الأداء السياسي الأداء ما هو الاقطاع السياسي هو الأداء هيدا صار النظام الفاسد بس هاللي كانوا عبينتقدوا الاقطاع السياسي إجهوا استنسخوا الاقطاع السياسي مادم اليوم جيب أرقى نظام للديمقراطية بالعالم وطب إيه رح يكون فيه فساد إذا ما عنا قضاء وجهات رقبية ولجان رقبية متل بكل دول العالم طبيعة البشرية عندها جانب فاسد اليوم روحي عسويسرا يلي هم من أرقى بلدين العالم عندهم نظام إشراكي وعندهم 26 كونتون هن قاعدين فيهم 26 فدرالية وعندهم طايفتين الدين الكاتوليكي والدين البروتستانتي وتقاتلوا 150 سنة ودبحوا بعضهم وعندهم أربع لغات الفرنسية والتليانية والإلمانية ولغة قديمة اسمها الرومانشة اللي هي قريبة من اللاتينية ولكن عندهم نظام إداري بيشمعهم كلهم حافظوا على بعضهم عاملو كونسي فدرال مجلس فدرالي فيه سبع ممثلين عن كل هالمكونات وبياخدوا قراراتهم بالتوافق حتى لو طولوا ما حدا بيلغي حدا ما حدا بيطقع حدا ما حدا بيهدد حدا كلهم بيحافظوا على بعضهم نحنا مش بعاد عن هالمنطق هيدا ولكن برجع أبعدلك الخلل هو بالأداء والخلل هو بعدم الرقابة و بعدم المحاسبة نقطع السطر كرميل هيك دايما المجتمع الدولي بيقلنا الإصلاح 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 أولا قبل أي مساعدة أو برنامج إذا أنا بدي فند هالإصلاحات شو الأمور اليوم بلبنان أو الملفات أو القطاعات التي هي بحاجة إلى إصلاح رح أقولك شو أنا كنت محضر كم نقطة عنوين يعني لكيف بشوف الإصلاح أو اقتراح أفكار للإصلاح وتكون موضوع نقاش بكل لبنان أول موضوع وهيدا الجوهر طبعا أي إصلاح بدنا نعمله السيادة حلق بتقليلي عنا سلاح بلبنان وأمر واقع مظبوط عنا سلاح وأمر واقع متمثل بحزب الله ومش بالسهل هيدا فيه نحلوا هيدا الموضوع أكيد بدوا نقاش وبدوا حوار وبدوا بدوا تواصل إلى استراتيجية دفاعية بالتوافق ولكن أقله نحطه على سكة الحوار نبلش نداول فيه أنا ما بقبل بقى يكون ببلدي فيه جيشان ما بقبل ببلدي يكون فيه مصدران للكهرباء ما بقبل يكون فيه مصدران للماء اليوم كمان عنا ميليشيا جديدة يخلقت بلبنان نقيب تصرفين يعني عندي مصدر بيشرع ومصدر بيطلع تعميم ليهو مصرف لبنان وبيدير السياسة النقدية ومن ثاني ما لفيه نقيب تصرفين ليصارت ميليشيا مين فيه عم بيهديهن هاو دي هيدا كله بينبع من منطق السيادة المنقوصة والمنهوبة نحنا عنا مال منهوب وعنا سيادة منهوبة هيدا أول موضوع تاني موضوع قلنا عنه القضاء القضاء برجع العيدة بيحكموا باسم الشعب اللبناني يا قضاء اللبنان الشعب اللبناني ما بق بده هالحكم بهالطريقة هيدا اذا بتريده عمله معروف احكموا ولولي مرة واحدة بالتاريخ يكون عنكم الجرقة والشجاعة والشعب كله وراكم كله وراكم دون استثناء اليوم إذا ما دام نوال بتجي بتتحاوري مع كل الناس من كل الطويل اللي بيربط بيناتهم أعمق وأمتن من كل خلافاتهم اذا بتحكي مع حيالة شخص بحيالة منطقة كل الأوسط الشعبية وبتحكي معهم بهمومهم المعيشية وبستقبل ولادهم كلهم عندهم نفس الهواجز بالفعل كلهم دون استثناء وأنا بأكد شغلي النهار اللي بيطلع قادي بيعمل انتفاضة مثل العمالة القادي دي بياترو بإيطاليا صدقيني كل الناس وراه هذا بموضوع القضاء احكينا عن مجلس الخدمة المدنية كمان يعني هاي الأشياء اللي عم بترحها واللي من نادي فيها مش إنه بس تكون شعارات اليوم كل شخص بدي يتقدم للشأن العام وكل شخص بدي يخوض أي معركة انتخابية بلدية أو تمثيلية أو حيالة وظيفة عامة أو تمثيلية بالدولة اللبنانية لازم يكون عنده برنامج وأنا إذا بدي أتقدم لهيك استحاقات هيدا برنامجي نعم لأنه هيدا النقاط المنطقية اللي عاسسة بتبني أسس دولة حكينا عن مجلس الخدمة المدنية يلي بيعتمد مبدأ الكفاءة والمنافسة مش مبدأ المحاصصة طبعا لو كنا اليوم بلد طائفي ولو كنا اليوم نظام طائفي وبيوزعت السلطة حصص بين الطائف وهيدا مبدأ إشراكي ما فيك يتغيب أي حدا واليوم حيالنا فريق بده يجي ما تغيب أي حدا بس اللي بتجيبه نجيبه نكفه وإيه ما هي اللي عم بقوله بده يجي عمدد الكفاءة والمنافسة عبر مجلس خدمة مدنية عبر مؤسسة مش عبر أشخاص كل رئيس طائفي بده يعين زلمته هيدا صار النظام الفاسم لأنه صار مرتهن لأله وصار كلمة بده يحكم بأمر أو بده يوقع ورقة أو بده ياخد قرار مصيري بده يرجع لزعيمه لا بده يرجع لكفاءة ولا ضميره هيدا المرجع كنا عم نقول شاغلي ما حدا بلبنان فيه لغا حدا هيدا التاريخ هيدا التاريخ ومرأ على لبنان كتير من نحن التاريخ المدون اللي بنعرفه خمس تلاف سنة ونحن بعد فيه نوع من انتداد نعمل إذا بدك تاست أداءان من فترة على مجموعة من الشعب اللبناني تبين انه بعد عنده امتداد فنية الفنية اللي نوجده بالقرن الخامس عشر على الشواطئ اللبنانية كان عندهم مدن مستقلة ذات حكم ذاتي وبتجمع بينهم الصداقة والتعاضد وكانوا يسافروا على كل بلدان العالم بهدف التجارة بشكل سلمي نحن ما كان دورنا نروح نفتح حروب ونعمل غزوات هون وهون مش هيدا دور لبنان هيدا مش دور لبنان تاريخنا كله بيقول انه نحن شعب متعدد ومتنوع وما منقدر نعيش او هالبلد ما بيقدر نعيش الا مع بعضه طبعا ما حدا في يلغي التاني وما حدا يفكر انه بده يقدر يلغي التاني لانه ما راح تزبط لبنان مسكور بالتاريخ او بالكتاب المقدس سبعين مرة وطبيعته وشعبه وتاريخه ورمزيته بيقول هيدا بلد للحياة هو يسمى اداسة البابا الرسالة واداسة البابا يوحنا بقوله ستاني مش عن عبس حطه على المنصة المرجعية للدول المتعددة والمتنوعة شاف فيه اذا بدك مرجع لادارتها التنوعة بس هيدا التنوعة هيدا التنوعة على اهميته اليوم يعني بطل عند اللبناني اولوية اليوم اللبناني رجعته يفكر كيف بدي امن معيشته قوته اليوم اكيد هيدا اولوية بس انا عم بحكي عن النظام السياسي اليوم لانه بسمع مدام نوال فيه ناس تنزل عالطريق بتقول الشعب يريد اسقاط النظام شو يعني يريد اسقاط النظام وشو البديل انا اريد اسقاط منظومة انا اريد اسقاط طريق التعاطي انا اريد اسقاط اقطاع سياسة او محاصصة سياسية يعني هذا الشعار اللي ستنسخ ما بيزبط على لبنان لانه دول اللي رفع فيه هذا الشعار هي دول الحزب الحاكم الواحد وبالتالي طبعا ما بينطبئ دول فيه نظام وليجرشيك او توتاليتاري ما بيمشي عنها اكيد وهي كانت صغرة كمان بالعنوينة ترحتها السورة ما فيكي تمحي الزاكرة التاريخية لمجموعات معينة وتجي اتهمشية او ترهبية او اتخدعية ما تزبط وكل البلدان يلي بيصير فيها هالنوع من الاداء السياسي او من الحكم كل الضعاف اللي بيصيروا مهمشين بيصيروا يتكتلوا مع بعضهم لا تكون صارت الفرصة متاحة ها طبيعة الحكم وها طبيعة التاريخ نعم طبعا حكينا مجلس الخدمة المدنية في معركة لازم نعملها كمان من اجل انتاجية نحنا بلد يعني تنقلة بصراحة عايش على الشحادي كيف بدنا نستمر واحد بيشحد كل هالعمر من الدول ومن المجتمع الدولي ومن البنك الدولي طب لقمتين هالمجتمع بده يضل باله فينا كرميل شو يعني القائم دائما دائما على الاستدانة كرميل شو نحنا اليوم بأزمة الدولار اللي عام نعيشها بيّن بشكل فائع نحنا زر ما من أنتج دبوس ما من أنتج كيف هايدي ولكن الاقتصاد المنتج مش بليلي وضحاها يولد أكيد بس ما عم برجع قلق الاقتصاد الرائعي للمنتج بحاجة إلى سياسات نحنا عند وقوع الأزمات منبلش الحل نحنا هيدا الشي كان لازم نعمله من قبل مش بأيام الرخاء والرفاهية لازم نقعد طب هلأ عم نقول للعالم روح وزرعه طيب نحنا أمننا للمزارع يصدر إنتاج وأسواب لا ما أمننا شيء وعملنا للمزارع بعد شوية منشوفه وعم بيزدها المحصول على الطريق لأنه ما قادر يصدر قبل الإنتاج اليوم أي مزارع وأنا بحكي عن مزارعين بضيع تبيتها النورينفو تعطيك مثل كونكري واقع مين عم في يشتري رشوش وأسمي دي وبزور مين صحيح كله مستورد هيدا الشي وكله حقه صارسر وليوم على ديران البنالية يعني قبل ما نصل وين بدي صرف الإنتاج مزارعه ما بتأمل للمزارعين ورح نقدر نزرع بشكل مزبوط ورح نقدر نرش ورح نقدر نفلاح ورح نقدر نسود ما قبل ما نصل لهون نحنا شو عملنا لندعم هالمزارع وهيدا قطاع حيوي بالبنال نحنا ما عم نعطيه أي أهمية نفس الشي للصناعة ومبارح النائب نعمة فرام عمل حلقة على التليفزيون عن موضوع الصناعة والزراعة والإنتاجية كتير مهمة بدع كل الناس يسمعوه مع الأسف هلأ كمان مؤسسات الصناعية هي بضائقة مالية كتير كبيرة والبعض كمان يعني مؤسسات صناعية والتجارية والبعض كمان على طريق الإقفال لا هاي الأزمة هي أزمة سياسية فيك باش سياسة بالمنطق لأن نحنا عم ندفع تمنه يعني نحنا مش بس أزمتنا اقتصادية مالية فقط لا نختار بالدرجة الأولى السياسية نحنا بالدرجة الأولى السياسية واسعة سياسية شو يعني؟ يعني اليوم المجتمع الدولي شايف الحكم بلبنان بيقيد حزب والله خليني يقول أمور بدون أفزات كرميل هيك عم بحسبنا؟ ما نلبس كفوف اليوم المجتمع الدولي ما بقى راضي عن هالأداء السياسي ولا عن هالوجود العسكري بغض النظر عن أسبابه وضواحه بس ما قبل كانت حكومة فيها الكل كانت حكومة واحدة وطنية صحيح بس وصلنا هلأ لمرحلة ما بقى راضي عن هالشي ونحن بدنا ندفع تمام هالشي هلأ هالشي عادل مش عادل هيدا غير موضوع بسياسات الدول الكبيرة ما في اعتبارات كتير للناس بكل معركة في أبريا وهلأ بديروح أبريا نحن هلأ بمرحلة ما في عصى سحرية تحللنا مشكلتنا أكيد ما في عصى سحرية نحن هلأ فتنا بفتناها من قبل فتنا بحالة اقتصادية ونقديية ومعيشية كتير صعبة وأنا خيفان من شغلي مدام نوال أنه هيدا الشي رح يأثر على وجه لبنان اللي نحن بنعرفه واللي نشأ من خلال هالتعدد اللي عم بحدي عنه نحن عنا وجه تعليمي كتير مهم بالمنطقة وبالشراء الأوسط اليوم مدرسنا مهددة وعم نشوف كمان جمعات الشمع الأمريكي كمان مدرسنا وجمعاتنا مهددة هودة يلي انت بتبني فيهن الانسان اللبنان اللي مفروض يلعب دور غير الدور اللي عم نلعبه هلأ العسكري هون وهون وهون وهالنزاع اللي عم نشارك فيه وهال هالتدخفل بالكليش السياسي بالمطقة هذا مش دور نحنا كالبنانية إذا عجبنا هذا النزاع وتورط حزب الله بمعارك الأقاليم أو ما عجبنا نحنا كالبنانية ما منقدر نجي كمان نفوت بصراع مع مكون لبناني لحتى نوصل مثل ما بدنا الدول الغربية بهذا الموضوع ما كمان يعني مش قصة أنه نحنا عجبنا أو ما عجبنا قصة اليوم في قوة موجودة موسلحة في شي خارج عن إرادتنا نحنا وما منقدر وخارج عنا قدراتنا بس أنا اللي عم بقوله نحنا عنا مشكلة كمان إذا بدك يعني شو المطلوب نروح نشتبك مع حزب الله ما بتصير كمان حارب أهلي عنا كمان مدام نوال مشكلة بيّنت عبر التاريخ إنه هاي مشكلة بنيوية باللبنان صارت بالبنية طبعه اللي هي إذا بدك الانخراط بصراع محاور وصراع دول مع بعضها في مبدأ كمان أنا كاتبه بلاقي حد الحلول في مبدأ اسمه مبدأ الحياد نعم طب ملائي بالنفس ولا مرة طبعه وحكيوا عنه كتير بس لازم نضل نحكي فيه ما كنا عم نزج بالنفس اليوم نحنا لأنه ما عنا حد أدنى من الاتفاق الوطني أو التفاهم وما عنا حد أدنى من الزبدك المصدقية بالعمل السياسي واللي شايفه المجتمع الدولي واللي عساسه ما بق عنده ساقفين ولا رح يساعدنا على بس اتبين عبر التاريخ أنه كل هالعوامل هايدي عملتنا أرض خصبة لكل التدخلات بالمنطقة ما بق حدا من فجر التاريخ لليوم إلا ما فات علينا طب كمان بسمع وما بق حدا إلا ما عمل انكذاب علينا بس أنا كمان هون ما بدي أنكر أنه كمان اسلاح المقاومة اليوم هو اللي ردع اسرائيل صحيح أم لا هو اللي أخرج اسرائيل من لبنان واليوم كمان في انتهاكات اسرائيلية يومية لسيادتنا عبر خرق الأجواء اللبنانية وبالتالي يعني هذا السلاح هو مبرر بس لأمتين فرضا هالشي هتا نسلم شدرا أنه هالشي موافقين على اللبنانيين مع أنه مش كلهم موافقين هتا نقول أنا وياكي متفقين على هالموضوع طيب وبعدين أنا الجياش اللبناني لا ما بدي قوي لاش ما بدي يكون هو اللي يحنيني وميحنيك لا بلش نسلح بما يكفي لمواجهة العدول اسرائيل إنه نحن بدنا نجهزه طيب هو يقوم بواجبه وهيدا واجب الجياش مش واجب أي مكون آخر ساعتا إذا بدنا نحكي هيك خلي كل اللبنانيين ينخرطوا طيب لاي الدول لك أنا عما عم بتجهز الجيش عسكريا يعني فيه كم مساعدة أمريكية هيك أنا برأيي خلينا نعمل نوع من أو حد أدنى من الإجماع الوطني على هالموضوع كل المكونات وخلينا نتفق على موضوع أو عم أبدأ إنه الجيش اللبناني بنهاية المطاف هو اللي بده يمسك البلد والحدود وكل المناطق اللبنانية دون أي استثناء نبلش نحكي فيه خلينا نبلش نطرح قدام الرأي العام نعم هالنظرة الوفائية اللبنانية حول سلطة عسكرية وحدة حول سيادة وحدة حول سيادة وحدة حول سيادة وحدة نعم نعم طب بدي أكمل معك بهذا الموضوع مش عم بقلك اليوم فينا نحل سلاح حزب الله ونقل له تعالسل وضعه على الطاولة لا وإذا بدنا نكون عاقلين نوعيين مش هيك بتصير الأمور نعم بس نبلش نحكيها بجرقة نبلش نقول يا عم نحنا عنا جيش لبناني وجيش محترف وجيش عنده عائدة وطنية ناقصه يمكن تسليح ناقصه يمكن شوية عتاد وتجهيز بس خلينا نبلش نحكي بهذا الشي نحطه على الطاولة ونفرج المجتمع الدولي لأنه نحنا بلد عنده سيادة نحنا عم نحكي بهذا الشي في أفريقا لبنانيين عم يحكي بهذا الشي في النائب سامي شميل دائما بيحكي بهذا الشي لا لازم تتوسع المروحة أكتر من هك لا أحكمل معك بهذا الموضوع وأيضا بموضوع الاقتراح اللي أتقدم فيه وزيرة الاقتصاد حول رفع الدعم عن المحروقات وأيضا عن الطحين ولكن بعد أن أتوقف مع هذا الفاصل ابقوا معنا أهلا بكم مجددا عودة لاستكمال الحوار مع ضيفنا دكتور بيار يونس أهلا وسهلا فيك مجددا أهلا وسهلا فيك يعني كنت عم تستعرض مثل ما سميناها ورقة إصلاحية في بنود ولكن في إصلاحات كانت كتير مطلوبة من المجتمع الدولي حكي عنا المفاد الفرنسي بيار ديكان وكل مفاد دولي وأيضا صندوقنا أتحكي عنا يلي هي بموضوع الكهرباء بيرأيك اليوم لبنان أنه 46% أو يمكن أكتر من الدين العام هو للكهرباء 2 مليار سنوية وبعد ما عنا كهرباء شو هالمعضل المعجز اللي اسمى الكهرباء في لبنان البناء التحتية كلها في لبنان إذا بدك فيها اهتراء كلها سوا من كهربتنا من ميتنا من طرقاتنا وهي دا بيرجع كمان لموضوع الكفاءة والمنافسة اللي عم نحكي عنه لما يكون فيه نكد سياسي ما في شي رح يمشي نعم لابق نحكي عن النظام أنه طائفي وعم بيعرقل مش النظام اللي عم بيعرقل الأداء اللي عم بيعرقل الزهنية اللي عم بتعرقل والأخلاقيات اللي عم بتعرقل بموضوع الكهرباء اليوم فيه انقصام كتير كبير وتحول موضوع الكهرباء لموضوع سياسي بامتياز لأنه موضوع الكهرباء كان فيه فريق سياسي معين مستلم وزارة الطاقة والمية عفترة معينة وبعد لليوم ما فيه كهرباء أنا بدي أحكي نتيجة صحيح ما فيه كهرباء شو الأسباب تما فيه كهرباء فيه ناس عم بتبرر هالشي بموضوع تعرقل السياسي وفيه ناس عم بتقول انه بعد بدنا نعمل معامل يعني فيه ناس عم تحكي بالتقنيات وفيه ناس عم تحكي بالسياسي أنا اللي بقوله شغلي وما بدي أحكي بالسياسي هذا موضوع تقني وخدمات الكهرباء هو موضوع تكنيكي وخدماتي وبيعني كل الناس إذا أنا ما عندي كهرباء يعني جاري ما عنده كهرباء وخصم السياسي ما عنده كهرباء وحيال له مكون تاني بالبلد اللي حكينا عنهم ما عنده كهرباء خليصير فيه لجنة تقصي لحقائق هالملف هيدا اللي كان عم بيشتغل صحيح وبمصدائية وباحتراس ينع تحقق يعني بالبلد لجنة تقصي فيه أمويل هدرت على الكهرباء وما فيه كهرباء لو فيه كهرباء كنا بنقول أوكي حطوها بمحل أنا عم بقول تما يظل الموضوع محصور بالسجال السياسي والإعلامي والناس تتقاطل مع بعضها كل النهار إنه الوزير عمل شغله أو ما عمل شغله أنا ما بدي لدي فبهلا الوزير حالي جاي عم بيبشرنا ما فيه كهرباء أكيد ما فيه كهرباء لأ النتائج نحن فشلنا بموضوع الكهرباء أكيد ما عم بقولها نحن فشلنا بموضوع الكهرباء وفشلنا بموضيع كتير هم خلص نسكرها هالمؤسسي الاسم كهرباء لبنين نسكرها لهائيا يمكن أحد الخلول الناجعة تكون أنه نخصخص على الكهرباء ونخلص منه يمكن نخصص على الكهرباء ونخلص منه بس إذا بنلغي هالسجال اللي كل يوم منضل فيه وسين وجين وتقاتل وتراشؤ سياسة كل النهار بين الناس خلينا نحقق بموضوع الكهرباء اللي كان مخطئ وهدر ما العام يتحسب واللي عرقل يتحسب واللي كان مخطئ باللبنان سيحاسب وزير باللبنان سيحاسب الوزير باسيل سيحاسب باللبنان على إخفاقه بالكهرباء على وعده أن الكهرباء 24-24 وكانت منها 24 سرناها هلأ ساعتين باس سيحاسب الوزير باسيل عم برجع عدلك فشلت سياسة الكهرباء أنا عم بحكي نتيجة لا مش أنا للقضاء هل سيجرؤ القضاء على محاسب لا أعرف وش المال للقضاء إذا بتريدوا أعملوا دور بطولي شي مرة بهالتاريخ نعم حقيقة فشل بالبلد خلينا نحقق فيه ومين مكان المخطئ ومين مكان الطرف السياسي اللي استلم ملف وما نجح فيه خلينا نحقق معه خلينا نقول مش بس الكهرباء في كتير محلات تاني كمان لأملاك البحرية والنهرية خلينا بالدرجة الأولى وقت اللي يقولوا الناس سألوني مرة شو بيعني لك شعار كلهم يعني كلهم كلهم تحت المسائلة صحيح مين ما استلم منصب سياسي أو وظيفة عامة أو إدارة عامة أو حيال لشأن عام بلبنان مركز بالشأن العام خلي يكون فيه مسائلة مش عاب نعم الكل أنا بكرة يمكن عم نحلم إذا أنا شي مرة صار لي حصل للشرف واستلم شي وظيفة عامة لازم اتساءل لازم شو حدا يجي يسألني شو كانت انت جيت صحيح ربطا بالنتائج على الأرض كيف كان أدائي كيف كان حرصة على المال العام خلينا نسائل طبعا كله بيرجع بصد بالقضاء المرتكز المرتكز لأي إسلاح والتقاطل السياسي والتراشق الكلام كل النهار والاتهامات المتبادلة والتبرير المتبادل والتزئيف المتواصل للزعمة هيدا منه نتفع عن هالموضيع هيده خلينا اليوم نحن كشعب نعمل معركة نكون حد بالقضاء نقطع السطر نعم بدأنتقل لموضوع يعني هاليومين عملي كتير بلبلي هو اقتراح بدنا نهني عليه لوزير الاقتصاد يعني جدا تهيني عليه أنه رفع الدعم عن المحروقات وأيضا عن الطحين واستبداله بقسائم للفقراء يمكن ما بيعرف وزير الاقتصاد أنه أكتر من نصف الشعب اللبناني اليوم صرف وقراء ويمكن كمان ما بيعرف أنه هاي القسائم كان عنا تجربة مش بعيدة كمان ما كانت ناجحة أبدا طيب اليوم هذا الاقتراح لما انطرحوا وزير الاقتصاد طرحوا بشكل جدد هل بيرأيك ممكن يمر صعب كتير يمر أول شي عم بيرفع الدعم عن عناصر من الحياة اليومية يعني كل يوم الناس بتعوزها وكل الناس بتعوزها أول شي ما فينا اليوم نرفع الدعم عن 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 عنصران خليني وضح هنا وقول نقيب مستوردي الأمح أحمد حتيت عم بيقول إذا رفعنا الدعم سعر طنط حين هلأ 600 ألف بيصير مليونين ليرة منموم إذا عم تحكي عن سعر صرف هلأ الـ 3.09 عمش أكتر يعني شوف قدية بتفرق أكيد بتفرق يعني ربطة الخبز ما حدا بيعرف قدية بتصير الدولة في محلات كتير لازم تدعم أنا لا بنقهر لما شوف ميزوط عم بيتهرب على سوريا لأنه مدعوم مدعوم من بلدي ومن دولتي ومن مال شعبنا نحنا ومما تبقى من احتياط بالعمل الصحيح مما تبقى ما بعرف قدية بعد عنا مال بنقهر لما شوف ضاعة لبنانية هي لازم تكون مؤمنة للشعب اللبناني عم تدعم الدولة اللبنانية وعم تتهرب لبرة وما عم بيستفيد من الشعب اللبناني بعبدك تقليلي لأنه بدنا نشيل الدعم عن الطحين وعن البنزين صحيح بعدين هيدا لشو بمهد مدام نول هلأ يمكن عدم مهد لأدرايب بلك بصير بدنا نعطي قصائم وبنات لفئة معينة بعد نقصه للشعب زل هيدا ما تخلى أنه نزل للناس بطريقة تانية قصائم اللي طلعت من وزارة الشؤون الاجتماعية الأربعمائة ألف ليرة ونوعدوا فيها ناس كتير وصار فيها إذا بدك تلاعب كبير في ناس بحق الله وفي ناس ما بحق الله في ناس كتير وبحق أولى ما حصلت عليهم وفي ناس حصلوا عليهم بطريقة مزلة نعم بدنا نرجع بعد نعيد تجربة جديدة لا أنا برأيي ما بتمروا هيدا هو عم بيبرر إنه ليش لندعم الأغنية كمان ليش لنحط مصرياتنا كمان لدعم الأغنية قليوني روحوا على قبل ما يعملوا هايك خطوات في كتير أمور فينا نحط عليها ضرائل كماليات وكماليات الأغنية تحديدا ومجلس النواب تحديدا معفى منها خليوني حطوا كماليات على ضريبة على الكماليات اللي بيستفيدوا مننا الأغنية ويدخلوا أموال على الدولة قبل ما نلغي الدعم عن الطحين نعم هلأ هيدا الاقتراح مثل كأنه كمان يمكن بيعرف وزير الاقتصاد أنه ما بيمر ولكن كان تمهيد لحتى أنه يقول أنه يوما ما قريبا يمكن حينرفع الدعم لأنه كمان الاتفاق مع صندوق النقد أحد شروط صندوق النقد الدولي رفع الدعم يلي بتدولي من خلاله يعني بتستنزف كمان الخزينة والأموال رفع الدعم عن كل السلع هيدا دايما بيشتريط هيدا الشرق صندوق النقد وبالتالي ممكن أنه يكون جدي للفترة المقبلة هلأ بالمستقبل ممكن يصير أشياء كتير عم بقلك نحن اليوم بأزمة لا قعرة لها مالية وفي ناس بعض بدأت تضايق أكتر الناس بعض بدأت تضايق أكتر وفي إذا بدك نمط حياة بلبنان بده يتغير تغير وخلص بده يتغير بعض أكتر بكرة شوفي بده يجي نهار أكيد بده يغلل البنزين وبده يغلط طحين كل شيء بده يغلط مبدأ الدعم لازم يكون موجود بس إدات دولة بالضدال تقدر تدعم بظروفها المالية الحالية ما بعرف ما بعرف خاصة لأنه ما عنا تقارير واضحة لكن التقارير اللي تقدمت لصندوق النقد صار عنا ثلاث تقارير متنقضة تقارير من الحكومة تقارير من مصرف لبنان وتقارير تالت من نجنة نيابية المال والموازنة وكل واحد بيعطي أرقام مختلفة طيب برأيك هذا التضارب بالتقارير يعني بين دولة وحدة إليه أي مدى نعكس بالفعل يعني تأثيره كان سلبي على جولات التفاوض وخلى أنه ما يسل في نتيجة أكيد كان سلبي أول شيء بيّن أنه نحنا ما عنا أحصاءات صحيحة لخسائرنا ثاني شيء بيعطي انطباع أنه نحنا عم نحاول نخفي شيء يعني ليش ما عم تطلع الأرقام ولأنه متقاربة أول شيء في أجهزة ما عم تشتغل مع بعضها لازم يكون في مركزية الأحصاء أو مركزية التقارير بإصدار التقارير في لبنان كل جهة نأدية أو نيابية أو فكومية إلي الأرقام الوحيدة اللي لازم تكون مش مختلف علي لأنه الأرقام عملية حسابية نحنا بالحد الأدنى اللي لازم نفرج فيه صندوق النقد والمجتمع الدولي عن مصدقية تفركشنا بأول خطوة صحيح صحيح تتوقع أنه نوصل نحنا وصندوق النقد لبرنامج دعم أو أنه يعتذر مننا ويقلنا أنه ما نفستو المقاربة اللي حطيناها هلا بيجي وقت من نتفاهم مع صندوق النقد أكيد مش ضغري يعني طويلة مسار طويل الأزمة هاي دي سياسية في شيء سيفرد على لبنان منه التوطين هاي دي شغلة عم نحكي عن توطين السوريين والفلسطينيين نعم لبنان عم يتغرض لأزمة سياسية وعم تنعكس بالاقتصاد الأزمة الاقتصادية حلها إذا بدك كيف سيفرد توطين على لبنان الفلسطينيين يسلهم بلبنان يعني عشرات سنيين وما وطن لم يفردوا مع الدولة عنده ثلاثة هدفين أساسيا سلاح حزب الله والتوطين ولكن إذا كنا نحن مجمعين على عدم التوطين ما بيقدر يفردوا علينا بدون يضغطوا علينا وبدون يركعونا اقتصاديا لنردخ هذا الهدف هذا هدف من أهدافهم ومن أهداف هذه الأزمة السياسية اللي عم نعيشها يعني مرتبط الموضوع بما يرسم أيضا من تقسيم لسوريا والحل النهائي برأيك بلبنان يعني سوريا بعد سنة ممكن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوريا دائما عبر التاريخ عندها أطمع بلبنان دائما ولبنان لما أنشئ من مئة سنة اللبنان الكبير بـ 1920 بقرار من فرنسا اللي هي الدولة المنتدبة وباتفاق من الدول العظمة اقتطعوا أجزاء من سوريا نعم أو بيقولوا هاي أجزاء كانت لازم تكون للبنان وأنشأنا هالكيان المعترف بحدوده الجغرافية والدولية وسوريا من قبل هالتاريخ ومن بعد التاريخ عندها أطمار حاولت عسكريا حاولت باحتلال الجيش العسكري طبعا اليوم نحن عنا احتلال سكانة نعم ويمكن هيدا يكون إذا بدك للمدى البعيد أسهل أنه يحاولوا يسيطروا على داخل لبناني مما حاولوا فيها عسكرية من قبل شو تعليقك على يعني هلا أستاذكار التصريح بالأمس وزير خارجية سوريا وليد المعلم أنه منواجه نحنا وياكم من قيصر سوى دعو للبنان لحتى نكون سوى بمواجهة قيصر هلا كل واحد بيتعرض لخطر بيقول له لجارو تاعة نواجه سوى يحس أنه اتناننا بنفس المركب واتناننا بنفس المصيبة بدأ اختم معك دكتور فيير يونس برأيك أنه هالنفق المظلم اللي نحنا فيه هل فيه بوادر أمل أنه بمعالجة جدية فعليا تكون من قبل الكل نقدر نتجاوز هذه المرحلة رحقلك شغلي الانسان لازم يضل متفائل رغم كل الظروف أنا بقول شغلي الشيء اللي عم بيصير بلبنان بيصير بحياة دولة بالعالم ولكن لبنان قلتلك هيدا البلد المذكور سبعين مرة بالكتاب المقدس وهو بلد للحياة شحيح الحياة فيها أخطر وبن الطبيعة انه نتعرض لطلعت ونزلت بمسار التاريخي تبعها البلد وخاصة انه لبنان هو على فالق سياسي منه مستقر أبدا بها المنطقة وبها الشرق ولكن لبنان هو واحة للحرية وللتعبير انت اذا بتشوفيه لبنان بتكوينه وبحياته اليومية والسياسية رغم كل الظروف اللي فيه هو نقيد كل الدول اللي حولها نقيد الدول العربية ونقيد الدولة اليهودية يلي تشريعهم قائم على الدين وفيهم لهم واحد وفيهم حكم من طرفه لأ نحن بلد متعدد وكل الناس اللي بتجي عليه بتلاقي فيه حرية على أمل انه هيدا تنور ونستفيد منه ومش نخليه عنصر سلبة صحيح وبالتالي أكيد وما فينا نحن نطلع منه لتلك ما فينا نلغي الزاكرة التاريخية طبع أي مكون بلبنان بالتالي اللبنان هو بلد للحياة ولا مرة بالتاريخ هالبلد سقط نعم هلأ كيف رح يقوم من هالأزمة بيجي وقت بيقوم أنا أكيد من هالشي الأبشر ميشيل حيك الله يرحم وكان يقول مأساة لبنان أنه لا يعرف أن يموت نعم وهذا عبر التاريخ هلأ نطلع من الأزمة طويلة الأزمة طويلة أكيد تنحكي علم وتنحكي اقتصاد ووائع طويلة بيجي وقت بنطلع منها بنطلع منها أنا أكيد على أمل يعني وبهذا النظر أتفقوا له كمان بختم الحلقة معك شكرا لحضورك دكتور بياريونس الله يخليك شكرا مشاهدين وللقاء شكرا للمشاهدة